ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر كل واحد فد مادة كله زين مرتضى رفعت إليك تفضل مرتضى السعدي مرتضى مرتضى أعتقد هم دير يريد يقول أنه كان بديك المحاضرة ماكو مشكلة طلاب أخذنا الحضور حاليا اللي حاضر ديتش المحاضرة خلي يتفضل يطلع من هاي المحاضرة نرجع أرجع أعيد أقول هاي المحاضرة نفسها مسجلة فرح أمر بشرح سريع عن المحاضرة الـ Generalized Medical Instrumentation System اللي هي أنظمة الأجهزة الطبية العامة هنا رح تجي تشرح هاي المحاضرة عن الجهاز الطبي بصورة عامة الأجهزة الطبية بصورة عامة تنقسم إلى عدة تقسيمات الطريقة الأولى بالتقسيم يسموها الأجهزة الطبية Life Support الساندة الدائمة للحياة أجهزة تشخيصية والأجهزة العلاجية وضحتها للطلاب دي شمرة أنه إذا أردنا نقسمكم أنتو كطلاب نقدر نقول طلاب المرحلة الثانية Group A و Group B أو نقدر نقول طلاب المرحلة الثانية 100 طالب بنية و100 طالب ولد نقدر نقسم غير تقسيم نقول لا طلاب المرحلة الثانية عدهم 50 طالب من بغداد 50 من كربلة 50 من حلة وإلى آخرين فكعدة طرق للتقسيم الطريقة الأشمع للطريقة اللي دائما يستخدموها هي أنه الأجهزة الطبية تنقسم إلى أجهزة علاجية أجهزة تشخيصية أجهزة ساندة Life Support فالأجهزة التشخيصية يعني صورة ماكم وهس موقع دكتور ماذا يطلع عليك Presentation موقع دكتور دقيقة خلين نوقف Presentation نعم موجودة موجودة طلاب المرحلة استوها دكتور جيد جيد طلاب أكو قسم موجودة عندهم الصورة وأكو قسم ما موجودة عندهم فأعتقد لمشكلة مليئانها موجودة ممكن ننتظر شوية يجوز النتعة لكم ضعيف لا دكتور بس اللي ما عنده يخرج من الاتصال يرجع من جديد يرجع جيد سوها موجودة موجودة دكتور صورة أوكي نرجع للموضوع الأجهزة الطبية إذا يعني نجح نسوي سؤال بسيط منو يعرف شنو الأجهزة التشخيصية منو يقدر يفكر شنو الجهاز التشخيصي أو منو يعرف جهاز تشخيصي طبي أكو أحد جهاز النفرات نعم جهاز النفرات صحيح وجهاز السونار وجهاز ماذا بس هذا نستطيع حلو صحيح كله صحيح اسمك أو اسمك أفوان ما لحك تشوف رد يحكي مريم مريم جيد مريم الأجهزة التشخيصية غالبا هي الأجهزة اللي تشوفنا شنو العلة شنو المرض شنو المشكلة مثل المفرس الرنين الأكس راي الأجهزة هاي تصويرية الـ ECG أجهزة تخطيط قلب إلى آخر هي EMG هاي كلها أجهزة تشخيصية أما الأجهزة العلاجية لا هي الأجهزة اللي تعالج المريض هي الأجهزة اللي يعني نخلي المريض يتعالجه مثلا عنده مشكلة بالقلب عنده مشكلة بالرأي إلى آخر الأجهزة الداعمة للحياة لا Life Support هي الأجهزة اللي تخلي البيشنط ميموت يعني عنده ضعف مثلا بالتنفس نحطه على جهاز Ventilator حتى لا يموت بسبب نقص الأكسجين مثل ما هسا الأغلبية دي يصر ويا مرضى COVID-19 أو الكورونا إنه الرأة مالتهم ده تنملي بسوائل ده تنملي بالفيروس ما ديقدرون يتنفسهم بصورة صحيحة فنخليهم على جهاز Ventilator اللي هو يقوم بوظيفة أسناد للرأة أو يقوموا بوظيفة عمل الرأة الجهاز Ventilator راح تأخذه إن شاء الله بالتفصيل بالمرحلة الثالثة أعتقد أو الرابعة فهي تقسيمات الأجهزة نجي هنا نشرح عن الجهاز الطبي بصورة عامة ممكن يكون أي جهاز هذا مو جهاز مخصص راح نبدأ نشرح عليه من البداية الغراف هذا مهم الفقر يعني ورح تنسألون عليه هواي يقول لك every instrumentation system has at least some of functional components shown in figure 1 the primary flow of information is from left to right elements relationship depicted by dashed lines are not essential إلى آخرة إحنا نجدي يقول هذا figure figure 1 سريان المعلومات يمشي به من اليسار إلى اليمين سريان المعلومات نقصد به أنه الإشارة أو الصورة أو إشارة القلب الكهربائية تطلع من patient فهي تصري من patient إلى الجهاز إلى شاشة العرض ابتداء من اليسار إلى اليمين هنا تنتهي هنا المعلومات واضحة لكم يعني التخطيط بالقلم وغيرها دائط لها واضح نعم دكتور واضح جائب فكل جهاز طبي يبدأ إذا كان غالباً تشخيصي يبدأ فتحي يسمون المجرند هنا المجرند هو الشي اللي يريد نقيسه من جسم الإنسان هلو يريد نقيس طوله وزنه كثافة عظامه يريد نقيس الرأة مالتا يريد نقيس فعالية الكبد إلى آخرين فنحن نريد نقيس هل نقيس إشارة كهربائية هل نقيس حرارية هل نقيس صورة هل نقيس كثافة إلى آخرين هاي المجرند تنتقل البيانات من اليسار إلى اليمين على فتش اسم primary sensing element الحساس الأساسي اللي رح يتحسس لنا الحاجة اللي دريد ها مثلا رد نتحسس كهربائية القلب رح الكترودات وتأخذ الكهربائية من القلب وتوديها إلى amplifier نريد نتحسس حرارة المريض رح نخلي محرار أو نخلي حساس حرارة الكترونية حتى يتحسس لنا الحرارة بعد ما أخذنا الحرارة مثل ما داقل لكم طلاب هذا الشرح سريع الشرح المفصل رح يكون إن شاء الله بالمحاضرة المسجلة بعد ما أخذنا الحرارة رح نحولها إلى شيء مفهوم للحاسبة يعني الحاسبة إذا عندنا محرار سنسر يأخذنا الحرارة يحولها إلى تيار الكمبيوتر ما رح يفتهم هذا لازم هاي الإشارة اللي تحولت إلى تيار أو تحولت إلى فولتية تتحول إلى صفر واحد أو تتحول إلى إشارة مفهومة للحاسبة فهنان عندنا الconversion element variable conversion element هذا الconversion element هو اللي يحاول إن الإشارة اللي تحسسناها إلى إشارة مفهومة للحاسبة تطلع الإشارة المفهومة تروح على element اسمه signal processing معالجة الإشارة إحنا رح نعالج الإشارة حتى نفهم منعد إحنا شرايدين معالجة الإشارة رح تأخذوها إن شاء الله مادة كاملة بالمرحلة الثالثة اسمها digital signal processing جدا مهمة أتمنى إن شاء الله تركزون عليها لأنه كل شي تفيدكم بمجال الجزاء الطبية بعد ما حللنا الإشارة وعالجناها signal processing إجوز فلترناها لغينا noise ضخمناها إلى آخر نعرضها نعرض النتيجة اللي طلعت إنا على output display ممكن تكون شاشة تعرض ممكن تكون ورقة ترسم مثل تخطيط القلب من يرسمون على ورقة بس هنا output display هي اللي رح تعرض لنا شي مفهوم للدكتور حتى الدكتور يستوعب جدي صغير هاي هاي البرائماري ذني تبدي من المجر للسنسنج element للكون conversion element للسيغنال processing للأوت ودس بلي ذني الأساسيات اللي لازم يكون الموجودات بكل جهاز الباقيات مو أساسية الباقيات ثانوية ممكن تكون موجودة ممكن تكون مموجودة مرسومة بالنقاط المتقطعة أولها مثلا power supply أو power source إذا نجي نصف شون power source أو الكهرباء تكون مو أساسية بالجهاز الطبي أكو أحد عد شرح أو فكرة شون إنه الكهرباء هي مو أساس بالجهاز الطبي طيب أكو جهاز طبي تعرفوه بدون كهرباء نعم أستاذ جهاز البغط صح اللي مو الكتروني إيلس فقم مونوميتر اسمه أي الزئ باقي نعم اسم مارول ومريم مريم محمد مريم مريم أنت صناعة لا أنا إعدادية أحيائي إعدادية أحيائي بس ما شاء الله عندش معلومات زينة عن الموضوع شكرا شكرا جهاز الضغط المحرار الزئبق نفسه هو جهاز نقيس به حرارة المريض دي يطينا معلومة واضحة إحنا دي نعرفها وبنفس الوقت وما يحتاج كهرباء إلى آخره فالpower source ممكن يكون optional أو إضافي ما بين المحرار العادي زي أبقى والمحرار الإلكتروني ما بين جهاز الضغط العادي وما بين جهاز الضغط الإلكتروني بعدها عندنا data storage خزن البيانات مو كل الأجهزة اللي نستعمله بها خزن بيانات ممكن هسا تتشوفون جهاز هذا المحرار اللي يستعملوا حالياً بالموالات بالمستشفيات اللي هو اليدوي يقيز حرارتك وتروح الحرارة ما نحتاج نخزنها بس في بعض الأحيان أكو أجهزة تخزن بها data storage ال data storage إذا خزناها نحتاج ننقلها data transmission ذني أيضاً قطع ثانوية في الأجهزة الطبية عندنا نقطة جداً مهمة أو نقطتين وحدة اسمها control and feedback وحدة اسمها calibration signal control and feedback الفيدباك شرحناه بالمحاضرة المسجلة بتفصيل بشرح أكثر الفيدباك هي التغذية الرجعية هي الإشارة اللي ترجع عندنا من الأوتبوت إذا تشوفون تطلع من الأوتبوت تدخل الفيدباك ومن الفيدباك ترجع تدخل أما الـ input أو تنزل للسنسرات الفيدباك هدفها دائماً تصحيح المخرجات عن طريق التغذية الرجعية بحتاخذوها إن شاء الله بأغلب الأجهزة أكو طلاب قبلكم قالوا أنه ما أخذيها بالفسلجة ما أعرف إذا ما أخذيها أو لا بالفسلجة بس الفيدباك موجودة بكل حياتنا موجودة بكل تصرفاتنا إحنا أي شيء نريد نسوي أكو عندنا فيدباك إذا شرحت لهم أنه إذا نتحلم دار دور فإحنا عندنا كلمة دار قدامنا نباوع عليها وده نكتب بي دينا دار الكتابة ما لإي دينا هي الأوتبوت الفيدباك دي يصير من عيننا نقارن ما بين اللي كتبنا اللي هو الأوتبوت وما بين الدار الكلمة الأصلية اللي إحنا دينا نتعلمها اللي هي الأوتبوت ونحاول نحسن من أداءنا حتى نكتب دار بشكل أفضل فالفيدباك هي نفس الفكرة موجودة بالأجهزة الطبية موجودة بكل شي تحاول تحسن من الأوتبوت عن طريق تغذية رجعية للأمبوت نفس الفكرة الكاليبريشن سيجنال الكاليبريشن سيجنال هي إشارة أو صورة أو أي شي مثالي معياري يعني لنفرض إحنا عدنا جهاز تخطيط القلب دار ريد نسوي لها معايرة ما نقدر نسوي لها كاليبريشن على بيشينت لأن البيشينت يعني مريض المريض ممكن يكون عنده مشكلة بالقلب ممكن إلى آخره بس لا إحنا نحط له إشارة مثالية مسجلة كاليبريشن معايرة نعرف شكلها نعرف أبعادها حتى من يطلع عندنا الأوتبوت نقارن بيناتهم ونعرف أكو مشكلة أو لا هاي سموها الكاليبريشن سيجنال هنا مداخل المجران اللي هي أمال إحنا دنقيس إشعاع دنقيس ديار إلى آخره هذا بما يخص الفيقر ما للميديكال إنسرومنتيشن سيستم جنرالايز بعدها رح أحاول أختصر عليكم على أن ننهي المحاضرة وتقدرون تتابعون الفيديو المسجد هنا تقسيمات البيوميديكال إنسرومنت مثل ما قلنا نقدر نقسمكم حسب الطول حسب العمر حسب المحافظة حسب أي شي هنا نفس الفكرة حسب اللي دنقيس حسب مبدأ القياس حسب العضو اللي رح نختبره قلبي رئوي أعصاب أو حسب الاختصاص الطبي أما أطفال أو قلبية أو إشعاع تصنيفات الأجهزة الطبية المجرند أو المجرد اللي هي إحنا ش رح نقيس إحنا رح نقيس كميات فيزيائية خواص فيزيائية إحنا الـ مدى الوصول للإشارة إحنا رح ندخل رح نحصل الإشارة من داخل جسم الإنسان يعني نحتاج نشوق مثلا نشوق فيزيائية ونحصل إشارة من داخل الأعصاب أو ندخل نيدل مثل ما يصير بالـ EMG يدخلون أبر إلى الأعصاب حتى ناخذ الإشارة لو إحنا ناخذ إشارة سطحية مثل ما يصير بالـ ECG اللي سنحط على الجلد وناخذ الإشارة منك هاي مدى الوصول الكاتيجوريز مالتها الكاتيجوريز هل هي الإشارة ضغط هل هي الإشارة جريان هل هي الإشارة إزاحة ممانعة مقاومة حرارة إلى آخرين وهنا لوكاليزيزيشن وهنا هل إحنا دناخذ التشريح الشكل التشريحي للأورغان ما الجسم الإنسان مثل ما نسوي بالـ X-ray إحنا دين نقدر نشوف شكل العضلة شكل العظم مكان العظم هل العظم مكسور هل العظم بمكان الصحيح يسموه anatomical structure بعدها شرحنا السنسرات وخلينا سؤال اللي هو ما هو الفرق بين السنسر والترانس ديوسر الترانس ديوسر والسنسر بما أن السؤال خلص فالترانس ديوسر هو جهاز يحول الطاقة من شكل إلى آخر يحول الطاقة من شكل إلى آخر مثلا الفوتوسيل تحول من ضوء إلى كهرباء إلى آخره أكو pressure سنسر بس يحول الضغط إلى كهرباء أكو لا يحول الضغط إلى حركة ميكانيكية فإحنا دينحول طاقة ضوئية إلى طاقة كهربائية حركية إلى كهربائية إلى آخر مشرط الترانس ديوسر يحول إلى كهرباء أما السنسر السنسر هو يحول أشكال مختلفة من الطاقة إلى أشكال كهربائية فالفرق الوحيد أن السنسر دائما يحول إلى كهرباء بينما الترانس ديوسر يحول الطاقة من شكل إلى آخر كل سنسر هو ترانس ديوسر بس مو كل ترانس ديوسر هو سنسر بنفس الفكرة لأننا قلنا لازم يتحول إلى كهرباء حتى نعتبر سنسر السنسر لازم يكون محدد يختبر أنه حاجة وحدة فقط ما يحتاج سنسر يختبر أنه حرارة ويختبر أنه ضغط لا السنسر راح يختبر فقط الحرارة السنسر لازم ما يسحب طاقة عالية من جسم الإنسان يوجد شيء يسمى مبدأ هايزنبرغ للريبة أو مبدأ اللادقة أكو أحد يعرفه طلاب نمتلع بعضكم مبدأ هايزنبرغ أكو أحد يعرفه اللي ما يعرفه خلي خلي يسوي ريز هاند مثلا ما تعرفه جيد مصطفى ما يعرفه يعني دكتور أي يعني دكتور أنه تريد القانون لو شنو لا لا هو المبدأ هو يعني أحنا ما نحتاج قانون مبدأ هايزنبرغ مخضيب السادس أكيد صح أي شنو موجود هو ما يكون القراءة الكاملة مثلا للجهاز أو ما يطيك الدقة الكاملة بس إذا الكتروني يعني الشي ننقيسه الكتروني يكون دقة أعلى من البشر يعني هايزنبرغ قانون هو تستعمله شوفي مريم مبدأ هايزنبرغ يقول إحنا ما نقدر نقيس شي بصورة مثالية لأن إحنا راح نأثر على الشيلد نقيسه أثناء القياس فمثلا ما نقدر نقيس سرعة الألكترون ومكانه لأن إحنا ما ننقيس سرعته نغير مكانه وما ننقيس مكانه نغير سرعته فما نقدر نقيس هذه الثيارتين بنفس الوقت وبنفس اللحظة أنه إحنا من ننقيس حاجة نأثر عليها فمثلا من ننقيس التيار مال البيت بجهاز الأميتر جهاز ما عرف أخذتوا لو أبعدكم بالكهرباء مقياس ينحاط على التوالي مع البيت ويقيسنا شقدر نسحب كهرباء شقدر نسحب أمبيرية لو فرضنا أنه إحنا ده نسحب عشرة أمبير حاليا بس بدون ما نعرف يعني ده ننقي حالة افتراضية هذا البيت ده يسحب عشرة أمبير ونريد نقيسه بالأميتر مرة حنخلي الأميتر الأميتر ما رح يقرأنا عشرة بالضبط ليش؟ لأن الجهاز الأميتر نفسه هو يستهلك كهرباء حتى يقيس فبهاي الحالة هو ده يستهلك كهرباء إلافية حتى يقيس وهاي الكهرباء الإضافية اللي يستهلكها هو أثرتنا على القياس فقام يقرأ عشرة بوينت وين أمبير بينما إحنا بالحقيقة نسحب عشرة أمبير هنا نهاي النقطة بنفس المبدأ منيمايزيشن أوفذ إكستراكتد أنيرجي نقلل من الطاقة اللي يستهلكها أو من التأثير اللي يأثر السنسر على الإشارة هذه مبدأها السنسر غالباً لازم يكون منيمالي انفيزيف انفيزيف هي تدخلي يعني السنسر لازم ما نحتاج مثلاً جهاز الضغط ما نحتاج إحنا ندخل أبرة للوريد حتى نقيس الضغط طبعاً هاي موجودة بالحالات الانفيزيف لا إحنا خارجياً نحط الكاف على إيد المريض ونقيس الضغط من عدها فيكون أقل ما يمكن تدخلي أقل ما يمكن يجرح المريض أو يأذي المريض أو يدخل إلى داخل جسم المريض هاي بما السنسر بعد هنجي السيغنال الكونديشنينج أو السيغنال البروسيسينج الكونديشنينج هي تكييف الإشارة أوكي كونديشنر مكيف ما الشعر كونديشنينج هي تكييف الإشارة وتعديلها الإشارة الإشارة ممكن نضخمها amplification نضخم الإشارة لأنه غالباً إشارة القلب مثلاً بالملي فولت إحنا نحتاج نصعدها حتى نقدر نشوفها نفلترها غالباً الإشارات بيها ضوضاء كلش عالية ضوضاء تجي من الكهرباء تجي من الشمس الشمس ضوضاء كلش عالية إلكترونياً نحاول نسوي مطابقة للممانعة نحول input output signal processing إلى آخره هاي مشروحة أهمنا بالتفاصيل فحتى لا أضوي عليكم Output display اللي هي الشاشة رح تطلع عندنا نتيجة القراءة اللي قرأناها أما شاشة نظرية بصرية visual عن طريق أرقام عن طريق رسومات مستمرة أو متقطعة أو عن طريق رسم ثابت أو مؤقت رسم ثابت مثل الرسم على الورقة اللي تطلع ويتخطيط القلب هذا رسم ثابت ما رح يمسح أو رسم مؤقت تطلع عندنا على الشاشة تخطيط القلب رح يختفي بعد فترة من طرق العرض أيضاً هي الطرق الصوتية مثل أكو عندنا أجهزة مشهورة فيتال هارت مونيتر والدوبلر إذا أحد رايح شايف الدوبلر الدوبلر يعتمد على الصوت حتى الدكتور يقدري يعرف شون المرض اللي يعدى البايشنت طريقة الحسية غالباً طرق العرض تعتمد على العوامل الإنسانية البشرية الدكتور الشون يريد الدكتور الشون يريد تطلع للإشارة تطلع للإشارة صوت، صورة، مطبوعة، مرسومة غالباً يتصمم الأجهزة على هذا الأساس أجزاء الأجزاء الإضافية أو الثانوية مثل المعايرة، قلناها، الفيدباك، الخزن، والأرسال هاي آخر ورقة إن شاء الله هنا طرق تشغيل، طرق وضعيات تشغيل الأجهزة الطبية أما الطريقة تكون مباشرة أو غير مباشرة مباشرة مثلاً الوصول يكون مباشر يعني الكف مثلاً جهاز الضغط إذا جهاز الضغط الـ non-invasive أو جهاز الضغط الـ invasive نضع الكف على أيد المريض ونقرأ القراءة فهي يسموها قراءة مباشرة نقرأ مباشرة من جسم المريض إذا جهاز الضغط الـ invasive سنجعل الـ tube يدخل إلى شريان المريض أو وريد المريض ونقرأ الضغط، هذه هم طريقة مباشرة الطريقة الغير مباشرة، هناك طرق حالياً موجودة القياس الحرارة عن بعد نحن نقيس حرارتك عن بعد بالـ IR نحن نقيس سرعة تنفسك ومدى تنفسك عن بعد بالرادار حالياً أكو أجهزة رادارية تقدر تكتشف تنفس المريض أو دكتور، أجهزة الطب الفضائي هم نفس الشغل تشتاولها تستخدم الترددات نعم، شلو عنها قدية؟ دكتور، هي عبارة عن أجهزة موجودة بروسيا طبعاً فقط الجهاز الواحد إعادة مستشفى كاملة بـ 14 طابق من جميع الأجهزة الثانية يعني يتم الكشف عنها عن طريقة ذبذبات ترددات خاصة لكل عضو الكيدني، الليبر، وغيرها يعني فإذا كان أكو فاد عضو يعني يشكو من عبماً من مشكلة فالتردد ماتة راح يقل هذا النقصان بالتردد ماتة أو الذبذبة اللي راح تطلع على الجهاز هي اللي راح تحدد نوع المشكلة ونوع المرض وين صاير وطريقة العلاج حلو، الصراحة غدير يعني ما تشذب عليش هاي أول مرة أسمع بيها دكتور، معانشين للطالبة الطب قبل وشيت نفكر أنه أتشخص الفضاء لأنه ما موجودين من عدة ديكاترة بس أشرب هذا ودكتور واحد من حدهم عراقي ما شاء الله غدير أكون ممنون إذا حطيتين رابط أو حطيتين في مكان مصدر نقدر نراجع نقرأ هاي المعلومات منها تمام، أستاذ عني عدي مصادر أجنبية وعدي مصادر عربية يعني أحاول أنه أضح الحظراتكم ممنون جداً مثل ما قالت غدير أي شيء غير مباشر ما يتصل بجسم الإنسان بالناحية التشخيص مثل الجهاز اللي شرحت عنه، هو جهاز يعتبر إن دايركت هاي المحاضرة هي محاضرة مختصرة من كتاب يعني محاضرة المحاضرة هاي جتنا بالحقيبة التعليمية من كلية التقنيات الدورة جامعة التقنية الوسطى، فهذا المنهج هو مفروض علينا صراحة أنا مو كل شيء موافقة بيهواي مشاكل بيهواي أخطاء بيهواي معلومات قديمة بس إحنا ما نقدر نتلاعب بيها لأن هاي جاي من جامعة حكومية ومشتريها بفلوس طبعاً راح حطيت لكم المصدر ببداية هاي المحاضرة المصدر إذا تفتحوا راح تلقون شرح أفضل من هذا الشيء، شرح أحسن من هذا الشيء هاي كأنما الأستاذ المادة محاول يلخص الشابتر بكم معلومة غير مفهومة تلخيص مشوه ومحرف عن المعلومة الأساسية المصدر موجود اللي يريدي يطلق عليه دكتور ملزمة موجودة هاي بالمكتبة؟ أونلاين موجودة، موجودة بالكلاس اللي تشرح عليها؟ اي اي موجودة بالكلاس، والمصدر كذلك موجود بالكلاس بس تروح تسوي لداولود ينزل على موبايلك أو على حاسبك نعم نجي، الـ indirect mode من هال X-ray نحن نأخذ شكل العظم والمورفولوجي مالته بواسطة X-ray فنحن طريقة قياس غير مباشرة مثلا نقدر نقيس حجم الرأة وواصف الممانعة من جهاز قياس كفاءة الرأة فنحن نطرق غير مباشرة للقياس بعدها Sampling and Continuous Mode طريقة التشغيل أما تكون مستمرة أو متقطعة شرح بسيط عنها حتى نختصر، لا نطيل عليكم الشرح أنه مثلا أكو عوامل مثل الحرارة، الحرارة ما تتغير باللحظة فنحن نحتاج أن نقيسها كل ثانية نحن نقيسها كل نصف ساعة كل ساعة هذه طريقة قياس متقطعة أما طريقة القياس المستمرة أو طريقة التشغيل المستمرة تجي وأجهزة مهمة مثلا شغلات مهمة تتغير باللحظة مثل تخطيط القلب تخطيط القلب يتغير بالثواني فنحن لازم بالثواني نتابع تخطيط القلب والرسمة بالإضافة أن هذه تتغير من يعني نفس هذه العوامل تتغير من واحد إلى ثاني فمثلا إحنا عدنا مريض تشافه وحالياً يطلع من المستشفى ممكن أن نقيس حرارتها كل ساعتين بس عدنا مريض بكورونا اسم الله الرحمن ووضعيتها خطرة لا نقيس حرارتها كل ربع ساعة فإحنا هم نغير بالفريكونسي عدد مرات القياس طريقة القياس إلى آخره حسب Condition of patient Objective of measurement إحنا ليش نقيس هذه الحرارة أو هذه المشكلة والليابلتي of physician مدى الطبيب شرائد من هذه الإشارة بعدها ثالثاً generating and modulating sensor generating and modulating sensor إحنا ندي أشرح عن أنواع السناصر أكو سنسر يولد إشارة وأكو سنسر يعدل على إشارة إذا نشرحها بشكل بسيط ال generating sensor مثل الخلية الضوئية خلية الضوئية تولدنا كهرباء هي نستعملها إحنا كسنسر في بعض الأجهزة الطبية تولدنا كهرباء لما نسلط عليها الضوء فهي generating sensor هذه المodulating sensor لا هي سنسر يعدلنا على شيء موجود مسبقاً من نسلط عليه عامل مغير مثلاً المقاومة المقاومة الضوئية المقاومة الضوئية هي مقاومة تقدر تقيسها بال أوميتر تقيس مقاومة من نسلط عليها الضوء تتغير مقاومة فهي عدلت على فد إشارة موجودة مسبقاً إذا دخلنا من خلالها بالفولتية ستتغير قيمة التيار وتغير قيمة المقاومة ونقدر نقيس مدى تغير التيار حتى نعرف إش صار عندنا فهي modulating تعدل وليس تولد وضعية التشغيل للانالوج والديجيتال الانالوج قرأت مستمرة بالوقت والفولتية الأجهزة الانالوج هي أغلب الأجهزة التي لا بها ألكترونيات محرار زعبقي سفيقمو مونوميتر ضغط زعبقي ميزان الميزان أكو انالوج وأكو ديجيتال الميزان الأنالوج إذا نجي نحط موازين مع الجسم الإنسان ميزان همينا نقدر نعتبره جهاز طبيل موجود بالمستشفى يقيسون بوزن المريض الميزان من الأنالوج العادي من يوقف المريض على الميزان العادي رح تكون قراءة الوزن مستمرة ماكو شي متقطع يوخر المريض تروح القراءة يصعد المريض تظل القراءة مستمرة بينما الميزان الألكتروني أغلبكم ستساعدكم الميزان الألكتروني قراءته متقطعة بس قراءته دقيقة فستتشوفون الأنالوج يقولك هو مستمر قراءته مستمرة الميزان الدجيتال قراءته مثلا متقطعة يأخذ فقط أرقام محددة من القيم دقة عالية قابلية قابلية إعادة القراءة عالية الموثوقية عالية ضد الضوضاء ما يحتاج معايرة مستمرة والقراءة تطلع لنا على شاشة فإذا نشرح الميزان الألكتروني أنت أولا توقف فوق الميزان الألكتروني رح يسوي نفسه رح يطلع لك قراءة يأخذ قراءتك أفرج لمرة واحدة هو قراءتها مستمرة ورما تطلع هذه القراءة لمرة واحدة يعرض لك إياها على الشاشة قراءة دقيقة موثوقة قابلة للعرض على الشاشة فهذا الفرق بين الأجهزة الأنالوج والأجهزة الديجيتال هنا يشرح عن أنواع الأنالوج سنسر هنا الـ Data Conversion ما بعد ما أخذنا الإشارة يعني نحن حتى بالميزان الألكتروني من دنوقف هناك Pressure Sensor هذا Pressure Sensor يحول الضغط إلى كهرباء من يحولها إلى كهرباء؟ ركفة شيء اسمه Analog to Digital Sensor يحول أن هذه الإشارة إلى 0-1 رح تأخذه إن شاء الله بالرقمية تفاصيل أكثر Analog to Digital and Digital to Analog أي كواحد رفع يديك تفضل 3-1-4-1-7-2 رفعت يديك نعم دكتور نعم دكتور رح نحصل على فتشية Real Time يعني مثلا إشارة القلب من تدخل نثلترها ونضخمها ونعرضها فهذه معالجة سريعة بس المعالجة البطيئة من يقدر يفكر أنه بجهاز طبي المعالجة مالتبطيئة بحيث تستغرق ممكن ساعة هناك أحد خلي أي فكرة بسير فعيدة أي دكتور دكتور فد لحظة 3-1-4-1-7-8 نعم دكتور فحصة دمك يعني تتأخر صح بعد جهاز الرنين جهاز الرنين يعني ممكن ممكن بس عدي جهاز أفضل إليك الأكس راي القديم الأكس راي القديم بشأننا نأخذ الصورة نطلع الكاسيت نحلل الكاسيت نحمض الكاسيت نخليه على ورقة على فيلم ونطبعها فهاي لوقت المتابعة نعم دكتور نعم دكتور فالموضوع مو يتأخر مثل ما كان الأكس راي القديم فاللونج بروسسنج تايم تضطينا ديلي تايم مود مثل الأكس راي القديم وشورت بروسسنج تايم تضطينا ريال تايم مود مثل مثل الأي سي جي لهنا انتهت المحاضرة هذا الشرح حاولة تختصر قدر الأمكان أتمنى تشوفون الفيديو السابق نأخذ حضوركم للمرة الأخيرة واللي عده سؤال أو استفسار طلابك واحد عده استفسار جيد إلا هنا أنا طلاب انتهت المحاضرة وياكم نشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاية وأريد الممثل وما لا تكون خليتواصلوا إيا تمام طلاب الحضور أخذناه تمام تمام دكتور سابس دكتور أنا ما سادينا حضولي أخذت حضور هسا قبل أن أنهي المحاضرة تمام تمام يال فيما لا طلاب ملا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر